رمضان سبعة وثمانين ورمضان الفين وثمانتاشر إيه الفرق؟ لا، في فرق، بصراحة في فرق في المجتمع؟ ولا في فرق في مسيرتك الفنية؟ ولا في فرق في، ولا في الاتنين؟ هو أصعبهم المجتمع أصعبهم هندخل تراجد دلوقتي هندخل تراجد دلوقتي شوفت بقى؟ شوف ما أنا قلت لك فراشت الكوش دي في الحد تاني طب ليه صعب يا عام صلاح؟ مجتمع تغير؟ لا، بص الحمد لله يعني أنا دائما متفائل وعندي إيه؟ وحتى لو رحزت اللي بيتابعوني في مواقع التواصل على طول يقولوا لي أنت بتدينا طاقة إيجابية صح رغم كلمة طاقة إيجابية وطاقة سلبية والكلام ده على فكرة مصطلحات حديثة احنا ما كنا بنقول كده زمان؟ لا طبعا ها؟ ما كنا بنقول كده؟ لا وزي ما كنا نعرف الحاجة اسمها ناشط ولا بس أنت ناشط والله أنت ناشط ناشط على السوشال ميديا جمال إيه؟ ناشط فيسبكاوي وناشط تويتري ناشط فيسبوكي أي صاحب ناشط تويتري طب المجتمع بتقول لي أنه يعني بقى صعب يعني أنا بالنسبالي شخصيا طبعا كنت بقى الأول يعني في أيام سمول كنت لسا عايش فبلا بص نحاية الشعبية في رمضان قبل ما تروح مارينة لا مارينة دي بروح أصيف أمور أنت عايز الناس يعني الحمد لله أما بنعمة يا ربك إنما كنت عايز أقولك إن الحاي الشعبي لا المظاهر الاحتفالية فيه فعلا بتدي حالة رمضانية جميلة رغم أن المظاهر الاحتفالية دي مكتسبة ما هيش يعني إحنا مش هنتكلم في الدين إحنا هنتكلم في حالة البهجة في استقبال الشهر الكريم في حالة البهجة في التعامل مع أيامه في حالة البهجة حتى في توديعه في حالة البهجة في استقبال العيد بالتأكيد تفرق عن أيام ما كنت في ملا وبعد كده بقى في الأماكن اللي عيشت فيها بعد كده ده بالنسبة لي شخصيا يعني